السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلاً وسهلاً بكم طلاب الصف الرابع بدرس جديد بعنوان الماء في الطبيعة في الدرس السابق تحدثنا عن الموارد الطبيعية في البيئة وقسمنا هذه الموارد إلى موارد طبيعية حية وموارد طبيعية غير حية ويعتبر الماء من الموارد الطبيعية غير الحية لكن تعتمد الكثير من الكائنات الحية على هذا الماء قال الله تعالى وجعلنا من الماء كل شيء حي صدق الله العظيم إذن الماء هو موارد غير حي تعتمد عليه الكائنات الحية سوف نتعرف في هذا الدرس عزيز الطالب على أهم العمليات التي تحدث للماء خلال دورته في الطبيعة انظر إلى كتاب الطالب صفحة 56 بداية يكون الماء موجود داخل البحار والمحيطات والأنهار وعندما يتعرض هذا الماء لدرجات مرتفعة من الحرارة يبدأ هذا الماء بالتحول من الحالة السائلة إلى الحالة الغازية نسمي هذه العملية بعملية التبخر إذن أول عملية تحدث للماء هي عملية التبخر وهي تحول الماء من الحالة السائلة إلى الحالة الغازية وعندما يصبح بخار الماء داخل الغلاف الجوي ويصعد إلى طبقات الجو العليا تنخفض هناك درجات الحرارة فتحدث عملية تسمى بعملية التكاثف وهي تحول الماء من الحالة الغازية إلى الحالة السائلة إذن يعود الماء مرة أخرى بعملية التكاثف إلى الحالة السائلة ونتيجة لحدوث عملية التكاثف تتكون الغيوم في السماء إذن هذه الغيوم المتكونة في السماء تحمل على قطرات الماء المتجمعة من بخار الماء المتكاثف في طبقات الجو العليا ولكن عندما لا تستطيح هذه الغيمة حمل كميات كبيرة من الماء تبدأ هذه الغيوم بسقوط الماء الموجود بداخلها وعودته مرة أخرى إلى الأرض بعملية تسمى عملية الهطل إذن عملية الهطل هي عودة الماء مرة أخرى إلى سطح الأرض ويحدث الهطل بثلاث أشكال يكون الماء بثلاث أشكال مختلفة إما يكون مطر أو برد أو فلد إذن هذه أشكال الهطل مطر برد فلد ولكن ما مصير الماء عندما يعود إلى سطح الأرض جزء من هذا الماء يجري على سطح الأرض خلال عملية نسميها عملية الجريان ويتجمع في المسطحات المائية ليكون عندي المياه السطحية إذن تتكون المياه السطحية نتيجة لجريان الماء على سطح الأرض ثم يتسرب جزء من هذا الماء عبر الصخور والتربة إلى طبقات الأرض إلى باطن الأرض تدخل هذه الكميات من الماء إلى باطن الأرض ونسميها مياه جوفية إذن مصير الماء عندما يعود إلى سطح الأرض إما أنه يكون مياه سطحية أو مياه جوفية وهذه العملية التي تحدث للماء خلال العمليات الأربع التي تحدثنا عنها نسميها دورة الماء في الطبيعة إذن ماذا نقصد بدورة الماء في الطبيعة؟ هي حركة الماء في الطبيعة والعمليات التي يمر بها الماء عزيزي الطالب سوف نلخص أهم الأفكار الواردة في هذا الدرس الماء هو مورد غير حي تعتمد عليه الكائنات الحية العمليات التي يمر بها الماء في دورة الماء في الطبيعة بداية عملية التبخر ثم عملية التكاثر الهطل وأخيرا عملية الجريان أشكال الهطل مطر برد ثلج دورة الماء في الطبيعة هي حركة الماء في الطبيعة والعمليات التي يمر بها تتوزع المياه على سطح الأرض إلى مياه سطحية ومياه جوفية المسطحات المائية هي أماكن تجمع الماء على سطح الأرض مثل البحار والمحيطات والأنهار والآن عزيزي الطالب سوف نوضح ما الفرق بين مياه البحار والمحيطات ومياه الأنهار جميعها تعتبر مسطحات مائية ولكن تعتبر مياه الأنهار مياه عذبة نقية أما مياه البحار والمحيطات فهي مياه مالحة جداً إذن ما الفرق بين مياه البحار والمحيطات ومياه الأنهار؟ مياه الأنهار، مياه عذبة، أما مياه البحار والمحيطات فهي مياه مالحة جداً إذن هذا هو الفرق بين مياه الأنهار ومياه البحار والمحيطات ويشرب الإنسان المياه التي تحتوي على كميات قليلة من الملح إذن الماء الذي نشرب عزيزي الطالب يحتوي على كميات بسيطة جداً أو قليلة جداً من الملح وهكذا يكون قد انتهى درسنا لهذا اليوم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته